أن معظم سلبيات الهاتف النقال تحدث نتيجة إدمان استخدامه من قبل الغالبية الساحقة من الناس حيث يدل على إدمان الهاتف النقال على كثرة استخدامه والإفراد فيه إلى أن يصبح من العادات التي لا يمكن التخلي عنها أبدا ويؤثر بشكل تلقائه على بقية الأعمال والأنشطة اليومية حيث يصيب الإنسان شعور يشبه الهوس باستخدام الهاتف وتفقده في كل لحظة وعدم قدرته على الاتعاد عنه دقاء قليلة ولا بد للإنسان حتى يعيش حياته بشكل طبيعي وصحي أكثر أن يتجنب إدمان الهاتف النقال بعد أن يعترف لنسه ولغيره بإدمان عليه ويبدأ بأولى الخطوات وهي تخصيص ساعات محددة سلال اليوم لاستخدام الهاتف للنقال وعدم تجاوزها مهما كان السبب بعد الاعتياد على عدد الساعات تلك يمكن تقليلها إلى عدد محدود من الساعات ويمكن الشخص أن يستعين بالمنبه الموجود في الهاتف نسه لرانين عند بلوغ عدد الساعات المحدد ومن الأفضل عدم الإسراع في التخلي عن الهاتف النقال فقد ثبت أن التدرج والتسلسل في مثل هذه الأمور يؤدي إلى تحقيق الأهداف والغايات المطلوبة ومن الخطوات التي تساعد على تجنب إدمان الهاتف النقال وضعه بعيدا بشكل دائم بعد الانتهاء من استخدامه بالإضافة إلى إيقاف الإشعارات والتنبيهات المختلفة وتحويل وضعه إلى الصامت دوما وخصوصا في أوقات العمل أو إلى الدراسة حتى لا يتم الانشغال به كل لحظة من أجل تجنب الهاتف بشكل فعلي يجب الانتقال إلى التواصل الاجتماعي حقيقي والفعلي مع الناس وجها لوجه وحضور الاجتماعات والمناسبات العائلية وجلسات الأصدقاء دون أستحاب الهاتف النقال وممارسة الرياضة ومختلف التمارين الرياضية والأنشطة التي تساعد على تحسين النزاج والعمل على تطوير الهوايات وعطائها أوقات أطول على حساب الهاتف النقال ومن أوقات الفراغ جميعها حتى لا يتاح مجال باستخدام الهاتف بشكل كبير ويمكن في حالات متقدمة أن يلجأ الشخص إذا لم يتمكن من تجنب إدمان الهاتف النقال إلى علاج معرفي وسلوكي من قبل المختصين